اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخوكم شرف ديني احتاجكم اراني واحد ضد الالاف من القناوات البراتوشية يا اخوتي القناوات تحمرهم طاغين نعم معلش طاغين لانه البراتيش يدعموهم علاش يدعموهم في رأيكم يا اخوتي لانه الحرب الان هي حرب اعلامية يعني الاكاليب تحهم يقدروا عن طريق انه بزاف قناوات براتوشية تحكي عليها تقول لي حقيقة كم فهمين فهمتوا اخوتي الجزائرين فدعموه اخوتكم الجزائريين خليوا اللايكات ما راكم خسرين والو المشكلة اهبط التحت خلي لايك هذا ما كان خلي تعليق السلام عليكم هذا ما كان هذه الحكاية بش القناوات الجزائرية يزيدوا في المتابعين تحهم والرسالة تحهم توصل للجميع المهم ندخلوا في الموضوع يا الجزائريين واللي هو هذا الفيديو جبتلكم فيديو ديريكت ومو من عند المتحدث باسم الجيش تعمن تا حفترة نعم يا أخوتي هايا نسمعوا كيف كيف التنسيق مع الجزائر شفتوا كيفاش يا البراتيش ربحتوا العيب برك ربحتوا العيب عن طريق الأكاذيب بتاعكم السيد راهو شيط للجزائر السيد راهو كينطق كلمة الجزائر يترعد تفتحوا عينيه وجاي انت تقول لي جيش حفترة يدخل ويغزو إليزي تفرج تفرج واسمع مليح نحن وجزائرين عرب ومسلمين وبالتالي وبكل التركيبات اللي في جزائر في ليبيا نحن دولة واحدة نحن في خندق واحد نحن وشقاتر شوف السيد يا يا حفترك تعرف تهدرك هذا المتحدث باسم الجيش تا حفترا يا خوتي قال لك رأنا في خندق واحد يعني الحاجة اللي تقيسنا نحن يتقيسهم هما والعكس صحيح شفتوا نولينا عرفتوا الآن يا خوتي الجزائرين بللي بلادكم قوة قوة أنعميه علش راه وشيت لأنه خايف علش راه وشيت وما هددش وتوعد كما الأخبار اللي تخرج من القنوات البرتوشية ولا القنوات الإماراتية بكل بساطة لأنه خايف هذه الحكاية خايف الواقع خايف أما الإعلام حاجة أخرى عددنا علاقات ليست علاقات سياسية ولا علاقة اقتصادية فقط بل علاقات اجتماعية وتاريخية من معركة سن إلى جميع المعارك ضد الاحتلال إلى اليوم ضد الإرهاب ونحن في خندق واحد و بالتلالل لا يمكن أن تقومbooks كما يتم بعلّهم يا خوتي عن عددكم ويستثون أن نط Nobody manage at бы يدصلون لهというufjan إذا بال夫 kinda وإذا كانت الآكرة ونحن خاوة خواة كما تظاهرون كما يستثopers لم نحن ن够غر عن الليبيانا لا نحكي على الليبيين لأنه دايما نقولها لكم ونعودها لكم في القناة الليبيين تعصح خوتنا الليبيين ما شفناش منهم العيب ما شفناش منهم العيب أبدا راني نحكي على الجيش تحفتر واللي يدعمه حفتر واللي هما أقلية صغيرة لأنه حفتر يخرج عن طريقة قنوات قنوات الزيق وهذوك ويرسل تهديدات كتابية ماشي شفاهية ميباش ميباش إنه على بلله كنيبان الجزائر تعطيه الحس تخبيلوا راسه الليبية الجزائرية إلا علاقات في طار الأخوة والمحبة والتكاثف وتوحيد الجهود وتوحيد وتوفير أو تسخير كافة الإمكانيات للحرب على الرهاب أي تلفت له الهضرة يا الجزائرين تلفت له الهضرة راح تلو الهضرة لاش لأنه حكي على الجزائر على بلكم يكون يعني في بث مباشر ويحكي على الجزائر كارثة على بالكم كارثة يا أخوتي لأنه الغلطة بحقها من لخر لأننا افعال ما نشخ кто شهر كلام فارغ وأكبر بلا 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 الف نحن والله الجزائرين افعال الجزائرين لا يهدر بزاف يطبق قولي البرتوشي نرمال مورا كمسيينة نحن لم يهدرنا بزاف نحن قطعنا العلاقات و قطعنا القاز عليكم والتري سيتي لم يهدرناش لم يخرجتش الدولة الجزائرية و دارت بيانات وكذا والو والو ديركتو مو جدتك الهدة ديركتو مو لقيت صح العلاقات قطعت ديركتو مو لقيت المجال الجوي صح تغلق انت حرت يا البرتوشي لكن هذه هي الجزائر أراكم تتعاملوا مع واحد البلادة ما عندهاش اللور ما شريار ما كانش اكفاهم يا البرتوشي اكفاهم ولا ماكش فاهم ماكش فاهم انت ما تفاهمش انت تفاهم غرب السخل الجزائري هذا ما كان فاهمتو يا الجزائرين هذا وش حبيت نوصل لكم باللي كامل وش راكم تشوفو فيه في الإعلام هو خيال البرتوشي هذاكوش يتمنى البرتوشي لما شوفوهم ويكتبوا ويهضروا ويقولك من الجزائرين يتعاني وكذا وكذا هذاكو الخيال تاعو هذاكوش راهو حابك تكون يا الجزائري لانه على باله باللي انتا خير منه الحقيقة والواقع يقول هذا الشي لكن هو لا لا يقولك انا خير منك يا الجزائري وين في الخيال تاعو هذا ما كان هيا في رأيك علاش يعني قلتها لكم في البداية تاع الفيديو بش يصبر روحوا يعني بش هو كيكون عايش اسوأ معيشة يقولك ما عليش من الجزائرين حتى هما عايشين اسوأ معيشة نورمان مو اراكم فهمتوا الان كلش فهمتوا الان على شراهم يتهجموا علينا فهمتوا على شراهم يحكيوا علينا بالسوء ينشطوا الاكاذيب علينا هذه هي يا خاوتي هذا هو الهدف الاساسي وحتى الحكومة تحم ناتنا يا خاوتي راه يتخدم الخدمة هذه دايما نتصور لهم باللي احنا يا هما الاعداء تحم احنا هما ليرانا يعني مديرين هم المشاكل في بلاده هم احنا اللي رانا معايشينهم في الفقر وكذا باش يكرهونا ومصورين لهم ثاني بلي الجزائر ماشي مليحة والجزائر عيانة ومعدنا والو اكون فاهمين وبلي البيترول والغاز قريب يفضو هذه هي باش المغريبي يرتاح في بالو يكون هاني هذه هي هذه الحكاية بكل بساطة المهم بلما نوصيكم يا جزائريين خليوا اللايك اتعكم ادعموا كامل قنوات الجزائرية يا رانا دخلين في حرب اعلامية نسحقوكم كامل في هذه الحرب حاجة بسيطة ما اراك خاسر والو اخوية الجزائريين خلي اللايك تاعك هذا ما كان هذا ما كان ما دات ما جابت فهمتو اخوتي ايا تحية الجزائري اليوم وغدوة وتحية احنا اليوم وغدوة وتحية احنا اليوم وغدوة اشتركوا في القناة